اليوم جايب لكم اللي هو فرن الخمير أو فرن الخمير الفلسطيني أو فرن الخبز طبعا الفرن للخبز ممكن تسوي فيه كذا شي يعني الخبز للمشاوي على حسب طريقة وفي الأخير فرن يعني طبعا احنا جاهزنا اللي هو العجينة قبل ما نفردها سوينا كوار بهذه الطريقة وخلينا ترتاح 10 دقايق ربع ساعة بعدها فردناها بعد خليناها ترتاح طبعا الفرن الحين شغال وحار نشوف الهيتر ساخن طبعا الفرن موجود عندي تقريبا من ثمان سنين طبعا اول شي نحط العجينة فوق طبعا العجينة فوق ما يريدها وقت تقريبا 10 ثواني من بعدها نحط بعدها نحط 10 ثواني من تحت حتى العجينة لا تنزل علينا ننزل العجينة تحت بهذه الطريقة وبعدها نحط العجينة الثانية فوق بهذه الطريقة وننتظر أيضا 10 ثواني وهذه تشوفوا اشتراه ما تفخد لكن لحد الآن لا استوت نحط 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 ونبدأ الخبز الخبز ونبدأ الخبز الذي فوق بهذه الطريقة ما شاء الله ونضع الخبز الثاني بهذه الطريقة نحمرها أشترا شوية وهذه الحين نشوف الخبز الثانية ما شاء الله تبارك الرحمن وهذه الخبزة الخبزتين نشوف خبز حار ما شاء الله